بسم الله الرحمن الرحيم دائما في إطار دراسة علم الوراة البشرية وصلنا لفقاة دية التمارين التطبيقية هنا لدينا كذلك واحد التمارين وهو عبارة عن شجرة ناسة بكي بنقول لنا بعض الأفراد المصابين بمرض ويراتي مؤين نحاول نحدده كيفية انتقال هذا المرض الوراتي دائما طلقا من السؤال الأول وهو هل الحالي المسؤول عن المرض سائد أم متنحي الفرادية التي ندرسه دائما هي فرادية السائد لنعقل على الشرط ديالها جميع الأفراد المصابين لهم أباء مصابون نجي نتحقق هنا وش فعلا جميع الأفراد المصابين عندهم أباء مصابهم نبدأ أولا من الجيل الأول هذا فرد مصاب ما عنديش الأبوين دياله نجي نتجاوزه ندوزل الجيل الثاني هذا فرد مصاب تهو من خارج العائلة ما عنديش الأبوين دياله تهو نتجاوزه لدينا هذا فرد مصاب ينحضره من أمين مصابة هو مصاب وأحد أبوه مصاب إذن هذا الشرط هذا محقق فيه ولكن ما ننساش قالوا لي جميع الأفراد يعني خصني نتحقق من قبل الأفراد المصابين ندوزل الجيل الثالث عدنا هذا رقم عشرة مصابة تنحضره من أب مصاب مصابة ولها أب مصاب دونك كيتحقق فيه الشرط رقم 11 مصابة وتنحضره من أب مصاب تهي كيتحقق فيه الشرط رقم 14 مصابة وتنحضره من أب مصاب إذن تهي كيتحقق فيه الشرط بقى ليه آخر واحد مصاب كن في الجيل الرابع هذا فرد مصاب ينحذر من أم مصابة يعني إنتا هو مصاب وأحد أبوهم مصاب إذن كاللحظة لأنني تحققت من جميع الأفراد أشنلقيت أنك الأفراد المصابين كنحذر من أباء مصابين إذن هنا عندي الحق نقول أن الشرط تتحققه بتالي الفردية هي صحيحة غنجي نقول أن الحليل المسؤول عن المرض الحليل المسؤول عن المرض سائد وشنه هو التعليل ديالي أن الشرط ديال التحقق دياله فهو موجود في شجرة النسب دون كنقول لأن كل فرد مصاب ومني كنقول كل فرد مصاب يعني تحققت منهم كاملين لأن كل فردين مصاب أحد أبويه على الأقل مصاب أحد أبويه على الأقل مصاب يعني واحد من الأبوين دياله على الأقل مصاب ليس بالضرورة بجوجهم يعني كما قلنا واحد من الأبوين دياله مصاب إذا الحليل المسؤول عن المرض سائد كما قلنا منك نحدده هذه السيادة من الأفضل نعطي الرموز مباشرة الحليل الممرد سائد وبالتالي غيكون الحليل العادي أو للحليل اللي كعطي المظهر السليم غيكون هو المتنحي ونقدر نعطيه بطبيعة الحل الرموز هما كعطيهم لي إحنا نختاره الرموز طبيعي الحليل أنا غنحتاجوهم من بعد في الأنماط الوراثية ثم بعد ما عرفنا أن الحليل المسؤول عن المرض السائد ده بغندوزه إلى تحديد هل الموريته المدروسة مرتبطة بالجنس أم لا قلنا باش نحددوش الموريته المدروسة مرتبطة بالجنس أم لا خسنا ندرسه الفرديات عدنا فردية الارتباط بـ Y فردية الارتباط بـ X وفردية عدم الارتباط بالجنس نبدو دائما بالفردية الأولى اللي هي الارتباط بالسبغي الجنسي Y نبدو بدراسة الارتباط بـ Y ده باش ندرس الارتباط بـ Y عدنا الشرطين دي الـ Y شنو هو الشرط الأول دياله المرض لا يصيب الإينات نجيل هاد شجرة نسب ونسول واش المرض لا يصيب الإينات واش هاد الشرط هادا محقق طبيعي الحل غتقول يلا لأنك يبانوا لي هنا انتا 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 وكلهم مصابات دهنا إينات مصابات وبالتالي هاد الشرط هادا لم يتحقق والغي الارتباط بـ Y دونك هتجي هنا ونقول أن الموريتة الموريتة غير مرتبطة بـ Y الموريتة غير مرتبطة بـ Y والتعليل لدينا غيكون هو إلغاء الشرط الأول أو عدم تحقق الشرط الأول لقد ممكن نقول لأن المرض يصيب الإينات بما أن المرض يصيب الإينات فالارتباط بـ Y كي تلغى مباشرة وكي مجنع دائما نقدره للغي وحتى بالشرط الثاني مثلا عدنا أب سليم وله ابن مصاب تا هادي نقول لأن الأب جوج سليم وله ابن ستة مصاب تا هادا صحيح باش تقدر تلغي الفردية دي الارتباط بـ Y كي تلغينا Y شنو بقى لنا؟ بقى لنا X وغير مرتبط بالجنس إذا نقوم بدراسة فردية الارتباط بـ X جنا مني كتبغي الدرس فردية الارتباط بـ X من الأفضل حتى القواعد باش متلفش فيهم القواعد دي الـ X كي مجنع دائما هادو كتبهم غيف الواسخ أب بنت والفعل الشرط الثاني أم ابن إذا العلاقة أب بنت أم ابن لكن خسنا نضيف لها المظاهر الخارجية شنو قلنا دائما نعقل لها الأب كي ياخد المظهر السائد والأم كتاخد المظهر المتنحي دون نجي هنا شنو غلقه السائد هو الممرض إذا الحالي المسؤول على المرض أو المظهر المصاب الممرض شكو اللي غي ياخده السائد كي ياخده دائما الأب إذا الأب ما ناخده الساليم فهذا الحالة غناخده الأب مصاب علاش لأن المرض هو السائد والأب دائما كي ياخد الحالي السائد إلا كالأب مصاب أوتوماتيكما البنات ديالو خصوم تهم ويكونوا مصابات الحالي الساليم هو المتنحي المتنحي كتاخده الأم الأم ستكون سليمة نجعلها باللوم الأبيض وإذا كانت سليمة أبناءها الضكور سيكون سليمي إذن هذه هم شروط الارتباط بx سنحاول ندرس الارتباط بx نبدأ بالشرط الأول أب مصعب يجب أن يعطي بنات مصعبات سنبدأ شجرة النسب من الفوق للتحت ونتأكد من أن هذه الفردية صحيحة سنقلب على أب مصعب في الجيل الأول ما عندي أب مصعب الأب لي عندي سليم ما غنهتمش به ذاك شاش نوضعه دائما المظاهر الخارجية باش نعرفه الشرط بالضبط اللي غنهتمده عليه ندوز للجيل الثاني عدنا أب مصعب ها هو أب مصعب الشرط شنو كيقول بناته خصوم يكونوا كلهن مصعبات غاللاحظ هذا أب مصعب عطانا فعلا هدو دكور ما كيهمونيش العلاقة أب بنت عطانا جوج ديال البنات شنو كنلاحظ مصعبات بجوجه وأب مصعب وعطى بنات مصعبات إذا هاد الشرط هذا محقق فيه واش عندي شيء أب مصعب آخر فعلا عدنا هذا أب مصعب واش عنده البنات فعلا عنده واحد البنت كاللاحظ على أنها بنت مصعبة واب مصعب وعطى بنت مصعبة إذا هاد الشرط هذا محقق واش بقى عندي شيء أب مصعب آخر عدنا هذا مصعب ولكن ما عندوش الأبناء إذا تحققنا من قا الآباء المصعبين لقينا أنهم كيعطيوا بنات مصعبات دونك هذا مصاب أعطانا بنات مصابات وهذا مصاب أعطا بنت مصابة إذن هذا الشرط هذا مزيان تحقق ولكن واش هذا كافي باش نقول المواريته مرتبطة بإكس لا لأنه عندي شرط تاني اللي هو أن الأم السليمة خاصة تعطي أبناء ذوكور سليمين تهو خاصة نتحقق منه ذو خاصة نبحثين بشي نبحث على الأمهات السليمات في الجيل الأول ما عنديش أم سليمة لدينا أم مصابة إذن ما نهتمش بها ندوزل الجيل الثاني الجيل الثاني واش عدناشي أم سليمة نعم أدنى هادي رقم 4 أم سليمة غنشي ننزل غلقة أن أبناء ها الذوكور كيف يشديرين سليمين لك يا أم سليمة وأعطت أبناء ذوكور سليمين لك العلاقة أم ابن أم سليمة أعطت ذوكور سليمين إذن الشرط محقق واش عدناشي أم سليمة خرا فعلا أدنى هادي ولكن ما عندهاش أبناء إذن ما غنهتمش بها واش عدناشي أم سليمة خرا قدنا هذه أم سليمة وعندها أبناء ضكر سليمين هذا إبن ضكر هو سليم أم سليمة عطلت إبن سليم أم سليمة ابن سليم واش عندي ما زالش أم سليمةату يا أخوغا ألا إذا شنوبك اللاحظ أن الأمهات السليمة تعطوا أبناء سليمين ل although هذه سليم البنين ديالها بجوج هذه سليمة وما عنداش أبناء دونك معنى هتمش بها وهذه سليمة عند ابن سليم دونك لقيت أن هذا الشرط هذا تهوى تحقق إذا بما أن الشرط الأول تحقق والثاني تهوى تحقق إذا سنقبل الفردية وغنجي في الجواب ديالنا نقوله أن الموريتة مرتبطة بالصبغي الجنسي إكس بالصبغي الجنسي إكس لماذا أنا قبلت أن الموريتة مرتبطة بالصبغي الجنسي إكس لأن تحقق لي الشرط الأول والشرط الثاني أخذني نقولها في التعليل لأن كل أب مصاب أعطى بنات مصابات وكل أم سليمة أعطت أو أنجبت أبناء ذكور سليمي إذن هنا بيينت على أن الشرط الأول تحقق والشرط الثاني تهوى تحقق وبالتالي الموريتة مرتبطة بالصبغي إكس بعد ما حددنا كيفية انتقال المرض الوراثي عرفنا أن الحالي الممرض السائد سليم ريكون متنحي وستنتجنا على أن الموريتة مرتبطة بإكس الآن نعمره إلى تحديد الأنماط الوراثية بالنسبة لحالي الممرض السائد نأخذ لي واحدة رمز كما قلنا الرموز دائما نرمو لك أعطيكم لكم لكننا نأخذ رمز طبيعا لحالي الممرض السائد رمزنا لي بقران M الحالي السليم متنحي رمزنا لي مثلا بPTN والآن نبدو نحدده لأنماط الوراثية اعتمادا على هذه القاعدة اللي شفنا في الحسة السابقة نبدو نحدده لأنماط الوراثية نختار شي أفراد من هنا كما كانت وكم مثلا نختار الفرد رقم واحد نختار الفرد رقم جوج نختار الفرد رقم 6 نختار الفرد رقم 5 ونختار الفرد 14 و 15 وكما積لا نختار الفرد 14 والفرد 15 اختارو اي فرد من هادو ونطبقو علي غي هاد القواعد نبدو بالفرد رقم واحد واحد عدنا ام مصابة عدنا مصابة المرض سائد جران ام وهنا خسنينضيف الجنس علاش هادي ام مصابة اني بنت خسنينديل الرمز دي البنت غيباش ما ننساهاش لماذا؟ لان ما ننساش ان المواريته مرتبطة بـ x في الحسة السابقة شجرة الناس بلي دغسناها كانت غير مرتبطة بالجنس لنك مكنش كيهمني تكون ذكر لتكون انتا لكن هادي مرتبطة بـ x كيهمني انها تكون ذكر ويكون انتا لان الانتا غتكون xx والذكر يكون xy لنك ماشي بحال بحال في النمط الوراثي دو كنرد البال هادي انتا مصابة هاد الحليل هادا ولا هاد المظهر هادا سائد ولا متنحي فاوتوماتيك ما تقولي هاد المظهر هادا مظهر سائد سائد إذا كان المظهر سائد فقصني نبدأ نطرح في هاد الأسئلة هادو فقمشي لهاد الأنت هادي هاد الفرد المدروس ونحاول نطرح عليه هاد الأسئلة السؤال الأول هل أحد أبويه يخالفه في المظهر الخارجي يعني وش الأباء ديالها مكيشبهوش لها في المظهر الخارجي أتقول يا هادي أصلا كنتمي الجيل الأول ما عنديش الأباء ديالها إذن غنتجاوزوا هاد السؤال ندوزوا للسؤال الثاني هل أحد أبنائها يخالفها في المظهر الخارجي هي هادي وش هي واحد من الأبناء ديالها مكيشبهش لها في المظهر الخارجي أتقول يا بطبيعة هل الجواب هو نعم رهي مصابة وعندها بنات سليماتين هادو ره من الأبناء ديالها سليمين لك هي مصابة وعندها أبناء سليمين إذا الجواب هنا هو نعم إذا كان أحد أبنائها يخالفها في المظهر الخارجي فهي مختلفة الاقتران منجي هنا وندير النمط الوراثي منساش الموريتة مرتبطة بـ x وهذه أنت إذن غتكون xx وهي مختلفة الاقترام إذن نقوم عملا بـ tn إذا طلب مني التعليل شنو غنقول في التعليل لأنها مصابة ولها أبناء سليمين دوب كنبيين لأن الأبناء ديالها كيخالفوها في المظهر الخارجي نمشي دابل رقم جوج رقم جوج هو هذا رقم جوج داكر سليم إذا بندير رمز داكر سليم يعني غيكون بـ tn بالنسبة للموريتات اللي كتكون محمولة على x يعني اللي مرتبطة بالجنس الدكور ما كان لقى فيهم حتى مشكل سواء كان عندهم المظهر السائد سواء كان عندهم المظهر المتنحي مع موين لقى عندهم مشكل لماذا؟ لأن ما نساش على أن الدكار xy والموريتة محمولة غي على x يعني أنه هو كيكون عنده غي حاليل واحد شن هو الحاليل اللي كيكون عنده؟ هو اللي كين في المظهر الخارجي يعني مثلا هذا ما كيهمني شانا يكون سائد ولا يكون متنحي لأنه داكر غنديره xy وغط لاحظ حال من حاليل خسني وضعنا في النمط الويراتي خسني وضع غي واحد هو عندي في المظهر الخارجي إذن غيكون x بتي أن y وحتى لو بريتنا أقلل غي نقول لأنه ذاكر ساليم ساهل لأنه ذاكر ساليم عنده غي حاليل واحد بما أنه بتي أن غيكون x بتي أن y ندوز دفل رقم ستة فينا هو رقم ستة هو هذا هذا ذاكر مصاب توقع نجي هنا ندير ذاكر مصاب يعني grand m في هذا الحالة هذه أو تاني هذا ذاكر الموريته مرتبطة بx وكان عرفو أن الذاكر عنده غي x وحدة يعني ما نحتاش قا نشوفه السائد ولا متنحي ولا ندرسه لأن الذاكر له x واحد غندير x y شحال من حاليل عنده هو عنده واحد ولكن عنده حاليل واحد ترى هو هذا اللي كان في المظهر الخارجي نديره x, grand m, y هو محتاجين شكا نشوفه الدراسة دياله بالنسبة لدك ندوز دفل رقم خمسة رقم خمسة هي هذي هذي أنتة سليمة دوك هنجي هنا وندير أنتة سليمة يعني بتي أن لأنتة xx يعني عنده جوج حاليلة تخصد تدرس هذي المظهر دفل سائد ولا متنحي دوك ما أنه بتي أن فهو مظهر متنحي والمظهر المتنحي دائما متشابه الاقتران إذن هنجي لهذا الأنتة هذه وغنعطيها xx وغنضي رهب بتي أن لب بتي أن ولطلبوا مننا التعليل غنقول لي لأنها أنتة سليمة والحاليل السليم متنحي ولنقول أن لها مظهر متنحي والمتنحي دائما متشابه الاقتران نمشي دابا الرقم 14 ورقم 15 بالنسبة لرقم 14 هي أنتة مصابة دوك أنتة مصابة يعني جران أم بما أنها أنتة يعني عندها xx هذا المظهر هذا سليم متنحي دوك غران أم هو مظهر سائد دوك بما أنه مظهر سائد سليم نطرحها لهذا الأسئلة السؤال الأول هل أحد أبويه يخالفه في المظهر الخارجي هيا هادي مصابة هم والآباء ديالها قولي يا وشي واحد في الآباء ديالها مكيشبهش لا في المظهر الخارجي أتقول يا نعم هي مصابة وعندها أم سليمة يعني مكتشبهش لا في المظهر الخارجي إذن الجواب هنا هو نعم ولكن الجواب هو نعم غنديرها مختلفة الاقتران غنجي هنا وغندير XX M على Btn ولا طلب مني التعليل غنقول لأنها مصابة وتنحدر من أم سليم غنجي دابا الخمسطاش الخمسطاش هو هذا ذكر دوك خمسطاش ذكر سليم يعني Btn وقلنا الدوكور مني كتكون محمولة على X عكيكون عندهم غير حليل واحد ما كنلقاش معه مشكل And دوك هنا غيكون And لأنه ذكر سليم دوك ضغط الأنماط الوغاتية قتلية ملحوظة واحدة كين بعد مرات كيكون عندنا واحد الشكل بحل هذا على شكل مؤين هذا المؤين هذا كيكون عبارة عن حاميل دوك الحاميل يعني باقي ما تزادش وبالتالي باقي ما عارفينوش واش غيكون ذكر ولا أنت وما عارفينوش كذلك واش غيكون سليم ولا مصاب في بعض الأسئلة كيطلب مني أنا نحدد احتمال أنه يكون مصاب بالمرض أو لاحتمال أنه يكون سليم باش نحدد احتمال أنه يكون مصاب ولا سليم سهل كان مشي نشوف غي هاد الحاميل هادش كنا هما الأبوين دياله مثلا هاد الحاميل 19 الأبوين دياله هما 14 و 15 ذاك شاشة أنا عطيتهم النمط الويراتي ذاك 14 و 15 غنجي غندير باش نعرف احتمال إصابة هاد الحاميل بالمرض غندير التزاوج ما بين 14 و 15 بحال في القوانين الإحصائية هجونة أحادية الـ 14 هي أنت مصابة و 15 هو ذاك سليم الأنت المصابة حددت لهذا يجا النمط الويراتي ديالها أنها XX M على N والذكر السليم حدد له النمط الويراتي دياله أنه X P P P N Y وكتكمل تفسير الصبري هاد الأنت غي تعطيك جوج أمشاج X M و X P P P N وهالذكر تواعدك جوج أمشاج X P P P N و Y وكتدير شبكة التزاوج وكتحدد المظاهر الخارجية احتمال أن يكون مصاب هو النسبة ديال المظاهر الخارجي M واحتمال أن يكون سليم هو النسبة ديال المظاهر الخارجي P P P N دونك هذا مصاب وسليم إلا قال لي ما هو احتمال إصابته بالمرض غلناخد النسبة ديال M لأنه الحليل الممرض ولقال لي احتمال إنجاب طفل سليم فغلناخد النسبة ديال P P P N من شبكة التزاوج لأن P P P N هي الحليل السليم ترجمة نانسي قنقر